نظمت مؤسسة حياة كريمة برنامرا تدريبيا توعاويا لمئتي طالب من طلاب المدارس والجامعات بالأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج جاشمي لزيارة الميدانية لمشروعات قرية الأحراز مركز شبين القناطر محافظة القليوبية تضمنت الزيارة عقد ندوة تعريفية عن مشروعات حياة كريمة الجاري تنفيذها بالقرية أيضا التوعية بأهمية العمل التطوعي والعمل المجتمعي لطلاب الجامعات عن طريق تدريبهم على المهارات الحياتية والزيارات الميدانية وتسليط الضوء على دور مؤسسة المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في مختلف المجالات كان دورنا أن نستقبل الشباب اللي جاي ونعرفهم بالقرية والتطورات الحصرة اللي فيها ونفهموا اليوم النهاردة هيمشي إزاي إن شاء الله إحنا استفدنا من التدريب يمكن إحنا دخلنا الأكاديميال وطنية للتدريب خدنا تدريب عن تسويق الزيارة عرفنا إزاي إن إحنا نزوأ نفسنا إزاي إن نحفز نفسنا ومحدش يقدر يأثر علينا بالأفكار المغلوطة أو بالأفكار السلبية إن إحنا إزاي إحنا إن إحنا نفكر تفكير إيجابي وإن إحنا نقدر نستثمر نفسنا وطاقتنا وجهدنا في إن إحنا نقدر إن إحنا نعمل شغل على واقع الأرض ونقدر نساعد الناس يمكن أكتر حاجة إحنا بنحس فيها إن إحنا مبسوطين أو إن إحنا كده إن إحنا نشوف الناس مبسوطة وبتدحك وحتى كمان إحنا النهاردة في زيارة ميدانية في كرة حياة كريمة في محافظة الأليوية الكرة إحنا لما نخش مثلا في كاريا بنقدر نشوف المشاريعات اللي هي حياة كريمة بتنفذها على الواقع من صرف صحي لخدمات صحية لمشاريعات كهرباء لمشاريعات غاز طبيعي يمكن المشاريعات ديت هي مشاريعات خدمية بتمس المواطن من الدرجة الأولى إن هو بتقدر تغفر البنية التحتية إن هو يقدر يعيش حياة كويسة ويبدأ إن هو يشوف البلد كيف يتساعده ويشوف الخدمات والمشاريعات اللي هي بتقدمها له بيتخفف الأعباء عليه نهاردة في خمس يوم للتدريب في إحدى كرة حياة كريمة تدريب صراحة كان مصمر جدا خدنا محضرات عن تسويق الزيت وعن تخطيط الأهداف وعن الزكاء الاصطناعي بجد المحضرات كانت غنية جدا بالمعلومات وكان بتطرح تساؤلات كتيرة في دماغنا هي مش بس بتدينا معلومات هي كمان بتأهلنا أن احنا نعمل سيرش ونبحث أكتر عن المعلومات دي عشان نوصل لمعلومات أكتر استفادنا جدا بالتدريبات والمحاضرات وكانوا المحاضرين عاملين مجهود أكثر من الرائع بالنسبة لربع يوم كان زيارة المتحف الكوات الجوية ده كان زيارة عسكرية بالنسبة لخامس يوم النهاردة احنا دلوقتي في قرية الأحراز التابعة لمحافظة الأليوبية حضرتك احنا دلوقتي شفنا تطور كبير في القرية شفنا صور قبل القرية وبعد ما دخلت حياة كريمة حضرتك عملت تغيير شامل في القرية زي مثلا عملت الوحدة الصحية المكتب البريد نقطة الإسعاف نقطة الشرطة يعني تطور كبير